السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معنا في قناة بيتي بيتك لو الموعين عندك بتطلع من 11 من غسالة الاطباق او الاطباق بيطلع عليها بقع او مجيرة فمن الممكن ان المشكلة تكون في المنظف او صبون غسالة الاطباق اللي بتستخدميه علشان كده انا جاية اساعدك في الفيديو ده تعرفي 3 حاجات اول حاجة هنعرف انواع صبون غسالة الاطباق والفرق بينهم لحد اول مرة يستخدم غسالة الاطباق النقطة التانية حرشح لك افضل خمس انواع لغا يكون سعرهم رخيص وفي نفس الوقت جودتهم عالية النقطة التالتة حرشح لك افضل خمس انواع من صبون غسالة الصحون كفاقتهم عالية جدا بغض النظر عن السعر للناس اللي مايفرقش معاها السعر خليكي معنا الاخر الفيديو وان شاء الله تستفيدي بكل المعلومات اللي فيه وان شاء الله هيبقى فيه اضافات كويسة جدا ليكي اسناء استخدام غسالة الاطباق ولو حسيت ان الفيديو مفيد بالنسبالك ممكن تدعمينا بلايك واشتراك وكمنت ومحفز في السوق فيه ثلاث اشكال لمنظفات غسالة الصحون الاقراس والبودر والصابون السائل اللي بيتكونوا تقريبا من نفس المواد الكيميائية وبتكون المواد بتاعتهم متقربة جدا زي مثلا الانزيمات هتلاقيها موجودة في الثلاث اشكال ولكن اكيد فيه افضلية لنوعية معينة انا هعرض لك مميزات وعيوب كل نوع وانتي عليك تختاري الحاجة المناسبة لكي اول نوع من انواع صابون غسالة الصحون هو الجيل يعتبر صابون غسالة الصحون على شكل الجيل هو من ارخص انواع الصابون من حيث التكلفة ولكن من عيوبه انه اقل كفاءة وقدرة على التنظيف من الانواع التانية وده بسبب تركبته الخفيفة زي مثلا كسافة الانزيمات وعوامل التبييد في المنظف علشان كده جيل غسالة الصحون يعتبر منظف مثالي لما نكون هنخسل الاطباق والصيني والازاز والكبيات والكسات والاركبال لكن فعليته بتقل مع الحلل والتصاط والبقع الصعبة اللي في المواعين النوع التاني وهو البودر والمنظف هنا بيكون على شكل بودر وبيتم وضعها في مكان مخصوص في غسالة الصحون والمنظف البودر بيمتاز برضو بسعره اللي مش غالي والمنظف البودر بيمتاز برضو بان سعره مش غالي وكمان سهولة تحديد الكمية اللي محتاجاها حمولة الغسالة وده بيسمحلك بتقليل الكمية المستخدمة من البودر لما تكون حمولة الغسالة مش كتير ورغم ان تكلفته مش عالية ولكن بينظف اكتر من المنظف الجيل ولكن عيبه انه بيعمل رغوة كتير في الغسالة وبينصح باستخدامه مع المواعين شديدة الاتساخ زي الحلل والتصاط والتأكد من ان المواعين مشطوفة كويس بسبب الرغوة الكسيفة زي ما قلنا اما النوع التالت من منظفات غسالات الاطباق فهي الكابسولات او الاقراس وهي عبارة عن كابسولات لاستخدام مرة واحدة تحتوي على كمية مناسبة من جل غسيل الصحون محفوظة بشكل معين داخل الارس اللي بيدوب وبيتحلل بمجرد تشغيل غسالة الصحون ومن مميزات النوع ده من المنظفات ان الارس محدد الكمية لكل دورة من دورات غسالة الصحون وبالتالي مفيش مجال لاهضار المسحوق او استخدام كمية اكتر من اللازم ومن مميزاته كمان انه مش بيعمل رغوة كتير وبالتالي المواعين بتطلع من الغسالة نظيفة ومشطوفة كويس ورغم انه هو مش بيعمل رغوة كتير ولكن قدرته عالية على التنظيف وازالة الدهون القوية من على كل انواع الصحون والحلل ولكن من عيوبه ان سعره يعتبر اعلى نسبيا من باقي الانواع اما لو جينا نشوف افضل صبون غسالة اطباق بيشتغل بكفاءة عالية فكل ست بيت بتطور عن افضل المنتجات وخصوصا المنتجات اللي بتستخدمها يوميا في بيتها علشان كده هنرشح لك افضل صبون لتنظيف الاطباق باستخدام غسالة الصحون المنتج الاول اللي هيكون معانا هو منتج استونيش وده عبارة عن اقراس وهو برائحة اللمون المنعشة والعبوة بتحتوي على مية قرص وممتازة في الاستخدام المنتج التاني كابسولات كاسكيد بيلاتينيو وبتكون في صورة كابسولات لغسالة الاطباق وبتتميز برائحة قوية ومنعشة وبتيجي في عبوة 62 قطعة اما منظف غسالة الاطباق من فانش وهو منظف سناء المفعول حلو جدا في محاربة الدهون والتراثوبات الكلاسية اللي بتحصل نتيجة تراكمات الاملاح في غسالة الصحون وبيمتاز برائحة اللمون المنعشة اما اقراس تنظيف الغسالات من سبيل فهي بتيجي على هيئة 28 قرص مخصصة لجميع الاستخدامات ودي بيتم صنعها في المانيا اما لعشاء المنتجات الصحية فعندك منظف دكتور بيكمان لغسالات الاطباق هيكون الاختيار الامثل بالنسبة لهم ومنظف دكتور بيكمان بيزيل الروائح والدهون وبينظف وبينعش وبحافظ على غسالة الاطباق وبييجي في عبوة بوزن 75 جرام نوصل هنا لاهم نقطة في الفيديو وهي ايه البديل او الانواع الارخص وفي نفس الوقت تكون كفايتها عالية لان سعر صابون غسالة الصحون يعتبر غالي نسبيا ففيه الناس بتدور على حاجات ارخص وفي نفس الوقت تكون جودتها كويسة فمن البدائل او الانواع اللي تعتبر رخيصة وجودتها كويسة جدا اقراس كريستال الترا والعبوة بيكون فيها 18 ارس وكمان هتلاقي اقراس ليدويك منتج ممتاز وعموما كل منتجات شركة ليدويك جودتها عالية جدا وسعرها مش غالي وكمان معنا كابسولات من ماركت فيري وهي اقراس غسالات الاطباق فيري بلاتينيوم بلاس باللمون وهي عبارة عن عبوة 30 كابسولة لها قدرة فائقة على ازالة الدهون والترسبات اما المنظف السائل من فيبا غسالات الاطباق بملمع كريستالي من فيبا فبيمتاز بكمية وفيرة وسعره المناسب والعبوة 1 كيلو جرام واخيرا اقراس تنظيف غسالة الاطباق من ماكس 1 ودي بتيجي على شكل عبوة فيها 30 ارس وممكن عبوة 15 ارس وبتتميز بجودة عالية وسعر مناسب وبكده اكون قدمتلك كل المعلومات اللي عندي النهاردة يارب تكونوا استفدتوا معنا من الفيديو لو استفدتوا دعمونا بلايك واشتراك كومنت محفز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته